بانجور ميزيليف انا سنبدأ سيكون سيميستر بور لتروازيان بريبراتوار افك لسان كاتر عنوانه هيبقى اوز بيكتاكل لبرمير ايطاب بور كومونسي هنبدأ ان شاء الله بإذن الله لطلاب الصف الثالث الاعدادي مع الدرس الرابع اللي عنوانه اوز بيكتاكل هنبدأ يا جماعة مع دايما اول مرحلة بنستخدمها في الدرس وهي مرحلة الكلمات والعنوان هنبدأ نتكلم عن هنشرح دلوقتي او هننطق مع بعض الكلمات الدرس الرابع عندنا وهنقول معانيها تاني نقول معاني الكلمات لما نجي نبص على معاني الكلمات كلمة التموى يعني شاهد لا ديموليسيون هدم لارشتكتير فن المعمار لا بريزون السجن لا لبريتي الحرية دي معاني الكلمات عندنا هنرىها اخر مرة لو تيموا لا ديموليسيون لارشتكتير لا بريزون لا لبريتي طبعا عندنا برضو مجموعة من الافعال عندنا خاصة بالدرس واحنا عارفنا عندنا الدرس بتكلم عن شيء او حاجة موجودة في المصر وما يقارنها في فرنسا الفعال الاولاني عندي فعال اسمه تاني الافعال اللي عندنا كنستروير فعل بمعنى يشيد واحنا عارفين انه فعله كنستروير فعل من افعال المجموعة التالتة المنتهب الار او حتى لو انا عايز اصرفه لما ندخل بعد كده في تصرفات الفربات هنعرف ان انا كنت بحذف الار او وضيف اس اس تي اس او ان اس اس او زد اس او ان تي فعل سيل v a بمعنى يصل ارتفاعه الى سيل v a يصل ارتفاعه الى وفعل مهم جدا الفعل انيجي ر انيجي ر بمعنى يفتتح يبقى الافعال عندنا المهمة جدا في الدرس ده فعل كنستروير سيل v a و الفعل اللي بعده اسمه انيجي ر بمعنى يفتتح دي اول مرحلة عندنا من الدرس الرابع اللي هو من الترم التاني اللي هو عنوانه وقلنا ايه O-Spectacle O-Spectacle يعني العرض الفني او العرض المسرحي كلمات اخر مرة La Demolition L'Architecture La Brizon La Liberté La Ville An Sample الفربات عندي وكده نكون خلصنا المرحلة الاولانية من الدرس الرابع موجودة عندنا اللي هو يعتبر الدرس الاولاني في الترمي التاني ان شاء الله هنبدأ مع بعض المرحلة التانية وهي شرح الجرامير بس في الفيديو اللي جاي